الفصل السادس عشر طاقة احتواء النخبة نادرا ما قامت القوى الاوروبية بانجازات هامة في ميدان التثقيف الجماهيري داخل البلدان الاجنبية التي كانت خاضعة لادارتها ولذلك تتميز البلدان الحديثة العهد بالاستقلال بظاهرة مشتركة تتجلى في احتكار النخبة المتعلمة للحكم والنشاط السياسي تستقدم هذه النخب اهتمام علماء السياسة الغربيين الذين يشغلهم في الغالب تحديد المدى الذي تستطيع تلك النخب في اطاره ان تواجه التغيرات السياسية والاجتماعية والحاصل في مجتمعاتها الاصلية تتلخص في نهاية التحليل كل التعريفات التي اعطيت للمهام التي تنتظر هذه النخب في مشكلتين اساسيتين بل ورث ثقافة سياسية وطنية تستوعب القيم الاساسية وفي آن واحد تحقق التنمية الاقتصادية ويرتبط بقاء نظام ما بمقدرة نخبته على انجاح هاتين المهمتين لكن يمكن لنا ان نتصور ان نظام ما يستطيع البقاء اذا نجح في رفع مستوى المعيشة والزيادة في الانتاج الوطني الخام بغض النظر عن نجاحه او فشله في استيعاب القيم الاصلية وفي المقابل كيفما كانت جهود نظام ما في مجال الاستيعاب فلن تكون لها اي فعالية اذا لم يصحبها حد ادنى من التوسع الاقتصادي نستطيع ان نذهب بهذه الملاحظة الى حد ابعد ونقرى ان صيرورة الاستيعاب والتنمية الاقتصادية لدى نظام ما ترتبط بمدى قدرته على احتواء الاطارات الوطنية المتعلمة وارضاء حاجياتها المادية وتعطشها للنفوذ ليس الركود الاقتصادي في حد ذاته ما يهدد النظام الا انه يصير خطيرا اذا كانت هناك مجموعة من الطموحين غير الراضين الذين يستعملون الوضعية الاقتصادية سلاحا سياسيا للالتحاق بالطبقة الحاكمة وطرد النخبة الحالية حيث يستطيعون للغايات ذاتها استغلال الشحنة العاطفية التي تشتمل عليها المشاعر الاصلية عند السكان تؤدي في الواقع حالة الركود الاقتصادي المستمر الى النقص من طاقة استيعاب النخبة نظرا لتوافر عدد متزايد من العناصر المثقفة ويغدو التوسع الاقتصادي وحده القادر على خلق وظائف في القطاع العمومي وفي القطاع الخاص اذا امكن فاذا عجز النظام عن النهوض بذلك التوسع اذ طر الى تضخيم الجهاز الاداري وارتجال الوسائل لاحتواء فائد اطره لا يأتي الخطر الاكبر بالنسبة لعدد من الدول النامية من ضعفها الاقتصادي وتفاوتاتها الثقافية بقدر ما يأتي من وجود مجموعات قادرة على استغلال مواطن الضعف هذه مع الاعتماد على التطلعات الوطنية يعد مشكل استيعاب النخبة ظاهرة جديدة في المغرب ويجب انتظار سنوات اخرى قبل ان تحتد اكتر لم تلقى النخبة الحاكمة التي تكونت في ظل الحماية الى حد الان منافسة جدية وقد اصبحت واثقة من نفسها الى درجة انها غير واعية او لها وعي نظري صرف غير واعية بعزلتها المتزايد امام المد المتعاظم من الشبان المغاربة الذين تلقوا تكوينا عصريا لقد ساهمت مجموعة من العوامل في التخفيف من العدوانية لدى الجيل الذي تلقى تكوينه خلال الانفجار الثقافي الذي اعقب الاستقلال مباشرة لقد وجدت العناصر المتعلمة امكانية واسعة لاستثمار مواهبها بفضل تدخم الادارة ومغربتها وبفضل تدخل الدولة في اقتصاد البلاد عندما غادر الاوروبيون المغرب انفتحت ابواب القطاع الخاص امام الشباب المغربي لكن اصبح من الواضح ان الحكومة ولا القطاع الخاص ليس لهما القدرة على الاستمرار في احتواء الشباب الذي بدأ من الان يشكل خطر بروليتارية مثقفة تتحدث الدوائر الرسمية عن اكتظاد الادارة ولم تتوقف الحكومة كذلك في المجال الاقتصادي عن ايجاد وظائف جديدة ويعاني المغرب مع ذلك من النقص الحاد في المجال التقني والفائد من حابلي الشهادات في الادب والقانون وتماثل هذه الوضعية وضعية عدد من البلدان التي تعرف مستوى مماثلا للنمو انظر الجدول الثالث لم يتم تعديل هذا الاختلال في التوازن رغم التزايد المستمر لاعداد الطلبة في الجامعات خلال السنة الجامعية 69 و 1970 13000 مقابل 8500 سنة 1962 ومن بينهم 10694 يتابعون دراستهم بالمغرب و 3302 بالخارج وفي فرنسا على الخصوص ما زالت طلبة المغاربة الذين يدرسون بالمغرب يفضلون الاتجاه الى الادب والقانون 6600 بينما يتابع الطلبة المقيمون في الخارج دراسات تقنية وعلمية وعلى الرغم من ان الجميع يعترف بضرورة تنمية التعليم التقني فان النظام لم يتقدم في هذا الاتجاه الا بحذر شديد فمن جهة يبدو انه قرر ضمنيا ان يكلف البلدان الاجنبية وخاصة فرنسا بالسهر على التكوين التقني والعلمي ومن جهة اخرى لوحظ في السنوات الاخيرة تعدد المؤسسات التقنية المختصة والمنفصلة عن الجامعة على جميع المستويات حيث تهتم بتكوين المهندسين والاطباء والمهندسين الزراعيين ومهندسي الغابات والاحصاء ربما لن يستغرب القارئ الفرنسي لهذا النظام لانه مشابه لما يوجد في بلده اما انا بصفتي امريكيا فيبدو لي ان وراء هذا الاختيار اسبابا سياسية بديهية كان تعليم الجماهير منذ انطلاق الحركة صرخة حرب ومطلبا اساسيا لدى الوطنيين كرد فعل ضد النظام التعليمي النخبوي الذي اتبعته الادارة الفرنسية وقد وعد الوطنيون باصلاح الاخطاء التي ارتكبتها الحماية ومع بعض التخوف اخذت هذه الوعود طريقة تطبيق بعد سنة ستة وخمسين خصص نصيب هام من الميزانية لنشر التعليم على جميع المستويات وكان ذلك على حساب الاستثمارات الاكثر استعجالا والاكثر انتاجية في مجال الصناعة والفلاحة واصبحت ميزانية التربية الوطنية تمثل 17% من مجموع ميزانية الدولة وانطلاقا من ان تعليم الاطفال يسمح بارضاء التطلعات الشعبية الى التقدم الاقتصادي والاجتماعي ظلت الاحزاب السياسية والنقابات تلح من اجل تخصيص المزيد من الاعتمادات للتعليم وقد دعم هذا المطلب موظف وزارة التربية الوطنية لقد ظلت الحكومات المتتالية حائرة بين المتطلبات الحالية والانتهازية السياسية الا انها لم تسهم الا في تمويل انفجار ثقافي حقيقي انظر الجدول الرابع حيث صار الانخفاض المستمر في المستوى التعليمي يشكل احد خصائصه تشكل منتوجات او ضحايا النظام التعليمي اللاحق لسنة 56 ما اسماه اشفورد بالجيل الثالث للنخبة لقد تلقوا في الغالب تكوينا اضعف من التكوين الذي تلقته المجموعة التي سبقتهم النخبة الحالية اي ما اسماه اشفورد بالجيل الثاني لكنهم يتطلعون الى احتلال وظائف في مستوى التصور الذي يوجد لديهم حول كفاءاتهم يطرح المشكل السياسي تزايد عدد الطلاب اذ لا ينحصر في مسألة استيعاب تلاميذ التعليم الثانوي وطلبة الجامعات يشكل الحاصلون على شهادة الدروس الابتدائية والتلاميذ الذين اضطروا الى الانقطاع عن دراستهم الثانوية نوعا ما مجموعة من الناس الاكفاء نظرا للتكوين القليل الذي تلقوه ويبرز الجدول الرابع مدى حساسية هذا المشكل الذي ظهر بالمغرب خلال السنوات الاخيرة قام المخططون المغاربة بتوقعات لتحديد عدد الطلاب خلال العشرين سنة المقبلة وبنوا عملياتهم الحسابية على افتراض ان التعليم الابتدائي سوف يكون معمما بينما لا يطرأ اي تغيير على نسبة التزايد السنوي للسكان 3.3% وحسب تلك التوقعات سوف يكون هناك في سنة 1985 سبعة ملايين ومائتين وعشرين ألف تلميذ في التعليم الابتدائي ومليون وستمائة وواحد وستين ألف في التعليم الثانوي والعالي وهذا يعني أن تعداد الطلاب سوف يتضاعف ست مرات خلال مدة عشرين سنة مما يتطلب تكوين 178 ألف مدرس وهو عدد يساوي على وجه التقريب مجموعة الموظفين سنة 65 سوف تهيمن مشاكل التعليم على التنمية إذا ما احتفظ في المستقبل بنسبة التعلم الحالية لكن على الرغم من الضغوط السياسية بدأت الحكومة تعمل على استقرار برامجها وتراجع توقعاتها وفي الواقع إذا اعتبرنا أن عدد تلاميذ التعليم الابتدائي يمثل ما يقرب من نصف السكان الذين هم في سن الدراسة يبدو أن الطلب العفوي تم إرضاؤه في هذا المستوى ويمكن أن نفترض كذلك المسألة التالية بما أن التعليم لم يكن ذلك الحل السحري الذي أطنب الوطنيون في مدحه حيث أنه لم يقدم للأطفال ما كان ينتظره منه آباؤهم فإن عددا من المغاربة بعدما مرت تجربة الابن البكر لم يعودوا يرون داعيا لإرسال أصغر أبنائهم سنا إلى المدرسة لقد اتضح منذ أواخر الستينيات أن التباط الذي عرفه تزايد عدد الطلاب ربما باستثناء التعليم الثانوي مسألة تعمدتها الدولة عن قصد لقد تخلت هذه الأخيرة بوضوح عن تعميم التعليم باعتباره هدفا ولا حاجة للبحث عن تأكيد هذه الظاهرة في صحافة المعارضة فعلى الرغم من إجبارية التعليم الابتدائي من الناحية المبدئية لاحظت وزارة التربية الوطنية في سنة سبعين ما يلي في فترة ما بين أربع وستين وثمانية وستين ارتفع العدد الإجمالي لتلاميذ التعليم الابتدائي بإتنان وسبعين ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثين وحدة بيد أنه فيما بين سنوات تسعة وخمسين وثلاث وستين لم يسجل سوى زيادة ثلاثمائة ألف وحدة خلال مدة مماثلة يبدو أن التعليم الابتدائي بلغ سرعته القياسية منذ سنة أربع وستين ليس الأمر مجرد مصادفة بل يبدو لي أن ركود التعليم الابتدائي ما هو إلا جانب آخر من سياسة ما تعرفه الجماهير المغربية من إحباط وإعادة تكوين نظام تعليم نخبوي تبلغ نسبة التعلم خمسون بالمئة في أحسن التقديرات وثلاثون في المئة في أقلها وهناك عدد كبير من الذين لا يكملون دراستهم الابتدائية وحين يغادر هؤلاء المدرسة يصح اعتبارهم في واقع الأمر ضمن الأميين وفيما يخص الفتيات المغربيات فمعظمهم لا يذهب قط إلى المدرسة تكمل الحقيقة المرة إذا أخذنا بالاعتبار نسبة تزايد السكان في أن المغرب في طور التحول إلى شعب أمي إذا تذكرنا أن عدد المغارب الذين اجتازوا البكالوريا في الفترة الممتدة من سنة 1912 إلى 1954 لم يتجاوز الألفين طالب نجد أن أكثر التوقعات تواضعا لا يمكن لها أن تستبعد انفجارا ثقافيا في المستقبل المنظور ويمكنها في أفضل الحالات أن تنقص من حدة ذلك الانفجار وإذا اعتبرنا التعليم الثانوي وحده نجد أن التوقعات المدروسة تشير إلى أن عدد التلاميذ سوف ينتقل من 175 ألف في موسم سنة 65-66 إلى 336 ألف في موسم 75-76 وفي هذا التاريخ سوف يبلغ عدد الطلبة المغارب الذين سيجتازون البكالوريا ويصبحون مؤهلين لدخول الجامعة 14 ألف مقابل 2553 في موسم 56-66 ولجيل ما بعد الحركة الوطنية أهمية خاصة فبفضل حجمه المحدود استطاع جيل الوطنيين كيفما كان مستوى تكوينه ونوعيته أن يحتل بعد سنة 56 مواقع ممتازة داخل الجهاز السياسي والإداري وسوف يتوفر في الغالب الجيل الرابع أي جيل الثمانينيات والتسعينيات على تكوين تقني من شأنه أن يفتح أمامه أبواب المناصب الاقتصادية لكن الجيل الثالث أوسع حجما من أن يعرف مصير سابقه أي أن يشلى ويوظف على المستوى الفردي ويعد بالإضافة إلى ذلك غير متجانس مع حاجيات الإدارة والاقتصاد وسيعاني لا محال من الحرمان وبإمكانه أن يشكل نخبة مضادة خطيرة لها مطالب أكثر راديكالية وأكثر إزعاجا من مطالب الجيل السابق وقبل التعرض لخصائص الجيل الثالث ربما كان من المفيد أن نلح على حدود طاقة استيعاب الأطر نتيجة للركود الاقتصادي للبلاد لقد قلنا فيما سبق إن الملكية لا تنوي النهوض ببرامج تنموية من شأنها أن تؤدي إلى تحولات اجتماعية واقتصادية لقد عوضت المراقبة السياسية كهدف قصير المدى التوسع الاقتصادي كهدف بعيد المدى وربما كانت الطاقات الاقتصادية الهائلة التي يملكها المغرب بالمقارنة مع بلدان أخرى من الشرق الأدنى والأوسط وراء الشعور بالأمن الوهمي الذي يخامر الملكية والنخبة إلا أن قلة الاستثمارات والهروب المستمر للرساميل والتزايد السريع للسكان كل هذه العوامل ألغت مفعول التوسع الاقتصادي الضعيف الذي تحقق منذ الاستقلال يمكننا بفضل البعد الزمني أن نفهم الخيار الصعب الذي واجه النظام وما هي الاستراتيجية إذا أمكن القول التي وضعها لحل هذا الخيار لقد كان واعيا بضرورة برامج تنمية اقتصادية قادرة على خلق مناصب جديدة والتخفيف من الشعور بالحرمان لكن كان عليه كذلك أن يجد وسائل ضمان ذلك التوسع لكن مع تجنب كل التذابير التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير البنيات الاجتماعية القائمة وأعني بتلك التذابير التأميمات والإصلاح الزراعي وتوسيع التعليم وحتى خلق برجوازية وطنية حقيقية وكانت الحلول التي تبنتها الحكومة في سنتي 68 و69 قد تمثلت في قانون الاستثمارات الفلاحية والانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بصفة مشارك والتصميم الخماسي وكان هذا الاختيار يعني اللجوء المنهجي إلى الرأسمال الأجنبي وإعطاء الأولوية للفلاحة وتصدير المزروعات الريعية نحو السوق الأوروبية المشتركة وتوسيع القطاع السياحي المرتبط بالعملة الصعبة أدت هذه الاختيارات بدورها إلى قبول الإزدواجية الفلاحية وضعف التصنيع وارتفاع نسبة البطالة وهجرة عالية قوية إلى أوروبا لقد عرف الملك نفسه بهذه السياسة التنموية حيث قال إنها ليست بالنظام الرأسمالي البشع ولا بالنظام الاشتراكي المندفع وقد عرفت النجاح والفشل في آن واحد لأثباب تدل على أن الخيار الأساسي لم يحل بعد لقد خصص أكثر من 30% من استثمارات التصميم الخماسي للفلاحة العصرية بهدف تنمية المزروعات الصناعية الشمندر وقصب السكر والحوامد والطماطم وتوسيع المساحات المسقية وبناء السدود وهذا يعني إهمال قطاع الفلاحة التقليدية الذي يهتم قبل كل شيء بالحبوب وتربية المواشي وسوف ينعكس مفعول الاستثمارات بصفة أساسية على القطاع الفلاحي العصري الذي ينتظر منه أن يجلب العملة الصعبة تجلب الحوامد والطماطم ما يقارب واردات الفوسفات من العملة الصعبة أو تعويذ ذلك ببعض الموارد المستوردة السكر على سبيل المثال يتضح إذن أن الهدف المنشود يتجلى في تشجيع التنمية الفلاحية مع استبعاد البوادي أكثر ما يمكن ويتوقع المخططون المغاربة أن إنتاج المزروعات الصناعية سيرتفع خلال مرحلة التصميم الخماسي المقبل 1973 و78 بنسبة 11% والحوامد بنسبة 5% والحبوب بنسبة 2% وكل هذه النسب أوفى من معدل تزايد السكان ينبغي أن نذكر بأن هذه التقديرات وضعت بعد المحصول الاستثنائي لسنة 68 والذي بلغ 67 مليون من القناطر وتعترف الأوساط المختصة ضمنيا أن هذا المحصول وكذا محاصيل السنوات التالية وهي أقل ضخامة لكنها مثيرة مع ذلك لم تكن ناتجة عن تطور هيكلي للأسباب الفلاحية بقدر ما كانت ناتجة عن أمطار مناسبة وعن اتساع المساحات المخصصة للحبوب ومن المفيد أن نلاحظ أنه على الرغم من تلك المحاصيل الاستثنائية استمر المغرب في استيراد الحبوب حوالي 9 ملايين من القناطر سنة 69 وسوف يستمر في استيرادها في المستقبل لا محالة كان 54% من السكان يجنون مواردهم من الفلاحة وكان 56% من السكان النشطين يسكنون في البوادي لكن نظرا لتفاوت معدلات النمو بين القطاع التقليدي والقطاع العصري فإن الفلاحة لم تكن تمثل سوى 32% من الانتاج الداخلي الخام قدمت مديرية التخطيط خلال مراحل تحضير التصميم الخماسي الاختيارات الأساسية في الميدان الفلاحي وكان عليها أن تختار بأن تتحمل الصناعة والتجارة كلفة قطاع فلاحي ضعيف من المنتظر أن يلاقي الصعوبات نفسها حتى في سنة 85 أو هما معا وعليهما أن يتحملا كلفة تغيير شامل للبنيات الزراعية وبفضل هذا التغيير سوف تحقق الفلاحة استقلالها في الأمد البعيد ومن خلال قانون الاستثمارات وسياسة السدود الكبرى الذين اتخذ سنة 69 يتأكد أن الاختيار الأول سيحتفظ به من السهل أن نمر على هذه السمات الأساسية بدخول التصميم الخماسي سنته الأخيرة وقد أخذ انطلاقة جيدة بفضل محصول سنة 68 المفاجئ والخارق للعادة وساعد التصميم استمرار الظروف المواتية لبلوغ هدفه أي الارتفاع السنوي للإنتاج الداخلي الخام بنسبة 5% وقد تم في الواقع تجاوز هذا الهدف حيث تم تحقيق نسبة مجاورة ل7% في القطاع الصناعي معامل التحويل ومعامل تكرير السكر والمركب الكيموي لآسفي والنسيج والقطاع المنجمي لكن قطاعي الخدمات والتجارة هما الذين ساهموا أكثر من غيرهما في ارتفاع الإنتاج الداخلي الخام الجدوى الخمسة لهذا يمكن أن تساءل إلى أي حد كان هذا النمو حقيقيا وإذا اعتبرنا أن الأسعار ترتفع سنويا بمعدل 2% وأن نسبة التزايد الديمغرافي تبلغ 3% نستخلص أن المغرب لا يلبي سوى حاجياته الأساسية أو أكثر بقليل وفي الواقع حين وضع المخططون المغاربة التصميم الخماسي وآفاق التلمية الاقتصادية إلى حدود سنة 85 لم يكونوا يتوقعون شيئا آخر كان هدف التصميم في إطار السباق السياسي والاقتصادي ضد تزايد السكان تجنب المزيد من تدهور الأوضاع ويمكن القول إنه حقق بصفة عامة نجاحا مسرفا ومن المتوقع أن يحتفظ في التصميم المقبل بمعدل الاستثمارات المتواضع أي ما بين 14 و 17% من الإنتاج الداخلي الخام مما يدل على أن هدف سياسة التنمية سوف يظل محصورا في المحافظة على الوضع القائم كل ما يمكن أن يأمله النظام بما أن حجم الغنيمة لا ينمو بقدر نمو عدد مستهلكيها يبقى محصورا في انتقال الثروة إلى أيدي الفئات الاستراتيجية البرجوازية القروية وأوساط رجال الأعمال والطبقة التجارية والنخب السياسي الإداري والعسكرية والبروليتاري الصناعية يجوز الاعتقاد أنه في حالة ما إذا جنت هذه الفئات ثمار النمو يمكن تجاهل بقية السكان بكامل الإطمئنان إلا أن الاستطلاع الوطني حول مصاريف الأسر الذي أنجز سنة سبعين أظهر أن النمو لا يؤدي بالضرورة إلى العدل وقد بيّن تقرير كتابة الدولة إذا اعتبرنا مصاريف الأجانب يتبين من هذه النتائج الأولية أنه في مجموع البلاد تساهم خمسون بالمئة من الأسر ذات المصاريف الضعيفة بـ 20.6% من مجموع كتلة المصاريف بينما يساهم الباقي خمسون بالمئة من الأسر بـ 79.4% في الاستطلاع السابق ما بين 1959 و 1960 الذي لم يشمل الأجانب أعطت النتائج 28% من مجموع كتلة المصاريف بالنسبة لـ 50% من الأسر ذات المصاريف الضعيفة مقابل 72% بالنسبة للآخرين من الصعب أن لا نخلص إلى الإفقار النسبي بل المطلق لقطاعات واسعة من السكان وقد أصبحت هذه الخلاصة بديهية إلى درجة أن الملك صرح بنفسه قائلا وكنا دائما نقول إن سياستنا واشتراكيتنا ترمي إلى إغناء الفقير لا إفقار الغني ولكن مع الأسف الشديد ولأسباب لا أريد أن أرجع إليها رأينا أن الفقير لم يغتني ولكن الغنية زاد غنى وبما أنه صار من الأكيد أن هذه الفوارق مرتبطة بالاستراتيجية المتبعة في مجال التنمية الاقتصادية يمكن أن تساءل عن الأسباب التي دفعت الملك إلى إثارة الانتباه إليها لقد ألقى الحسن الثاني ذلك الخطاب في أربع غشت آب من سنة 1971 أي بعد مرور 25 يوما على مجزرة أصخيرات دشن هذا الحدث حقبة جيدة كما أنه يدعو إلى إعادة النظر في الأحكام السائدة حول العلاقات القائمة بين المجالين الاقتصادي والسياسي في المغرب لقد قيل مرارا خاصة من لدن الملاحظين الأجانب أن شعبية النظام تتغير حسب وفرة المحاصيل تلك الوفرة التي تشكل رمزا لبركة العاهل ومع ذلك لم يواجه النظام أي تهديد في أواسط الستينيات على الرغم من أن القطاعين الفلاحي والاقتصادي عامة كان يجتازان أزمة حادة وعلى العكس من ذلك فإن النظام الملكي كاد أن يسقط في سنتي 1971 و72 حيث أطلت العلامات الأولى للنهوض الاقتصادي لم يكن لتدخل العسكريين أي علاقة بالوضعية الاقتصادية هذا أحد دروس الصخيرات إلا أن هذه الملاحظة لم تغير استراتيجية النظام إذ يبدو أنه ليس لهذا الأخير من خيار سوى الاستمرار في سياسته التنموية الحالية إذا لم يتخلى عن تمسكه المهوس بالمراقبة السياسية سوف يحتفظ بالفلسفة الاقتصادية التي تحددت خلال الستينيات حيث تستبعد الحلول الثورية لتظل محور الدعم المالي الهام الذي تقدمه القوى الأجنبية لم تأتي الأحداث إذن بأي تحسين لمشاكل الجيل الثالث تلقى الجيل الثالث تعليما رديئا مما زاد في خطورة وضعيته تم استيعاب حاملي الدروس الابتدائية بعد الاستقلال بسرعة في الإدارة حيث شغلوا بها مناصب متواضعة مثل مستخدمين صغار وسعاء لكن نظرا لقصر مدة التعليم الابتدائي والسياسة المدرسية والسياسة التعريب لم تعد شهادة الدروس الابتدائية كافية لولوج الإدارة وأصبح ما بين 65 و70% من التلاميذ المغاربة يتوقفون بعد خمس سنوات عن الدراسة الابتدائية ليوسعوا صفوف العاطلين المعلمين وأصبح المصير نفسه ينتظر تلاميذ الطور الثاني الحاصلين على شهادة الدروس الثانوية انحطت قيمة هذه الشهادة بصفة مستمرة في سنة 1960 ولم تصر المصالح العمومية ولا الشركات الخاصة تشاغل الحاصلين عليها بلغ في سنة 1966 عدد الحاصلين على شهادة الدروس الثانوية 7205 من بينهم 1040 لا يتكلمون سوى اللغة العربية وبطبيعة الحال فإن أولئك الذين توقفوا عن الدراسة قبل شهادة الدروس الثانوية أصبحوا في وضعية أسوأ والذين لم يتلقوا سوى التكوين باللغة العربية كان مصيرهم أكثر مأساة يتطلب الالتحاق بالإدارة والارتقاء فيها معرفة جيدة باللغة الفرنسية بينما يشكل جهلها عائقا هاما ويحس الطلبة بهذا الوضع بمرارة لأن اللغة العربية تعتبر اللغة الوطنية على أي حال شن في مارس 1964 تلاميذ المعهد الإسلامي لقصبة شرارد بفاس إضرابا حيث طالبوا بأن لا تشترط لمعرفة لغة أجنبية لاجتياز امتحان البكالوريا كما طالبوا بأن تمنح المعادلة مع البكالوريا للشهادات التي تسلمها معاهد التعليم التقني والتعليم الأصلي وانضم إلى الإضراب طلبة مكناس وفاس ووجد وتطوان والحسيمة ودامت الحركة حتى أواصط أبريل نيسان كان هؤلاء الشبان في وضعية حرجة إذ لم يتلقوا من التكوين ما يكفيهم للحصول على وظائف في الإدارة أو القطاع الخاص لكنهم باعتبار السياق المغربي متعلمون لدرجة تجعلهم يرفضون المهن اليدوية أو تلك التي يتقاضون عنها الشيء القليل وقد ورد في المذكرة الملكية حول التعليم أن الكثير من هؤلاء العاطلين المتعلمين فضلوا الذهاب إلى أوروبا للإشتغال عمالا مما يمكنهم على الأقل من الحصول على عمل مربح تحتاج متطلبات قطاع التعليم الثانوي بإلحاح إلى حاملي شهادة الدروس الثانوية والبكالوريا لكن العرض لا يرضي الطلبة هنا أيضا بسبب انخفاض مستوى الدراسة سوف يحتاج التعليم الثانوي إلى 15 ألف أستاذ في سنة 1975 12 ألف للسلك الأول و3000 للسلك الثاني بإمكان الجيل الثالث أن يجد منافذ في هذا القطاع ومع ذلك هناك نقص في المترشحين لهذه المناصب لأن امتحان البكالوريا يشكل على الرغم من بساطته عقبة أمام أغلبية التلاميذ المغاربة ومن جهة أخرى لا يكفي عدد حاملي البكالوريا العلمية لتلبية حاجيات البلاد من أساتذة المواد العلمية في سنة 1966 لم يختر سوى 35 ألف من تلاميذ البكالوريا الشعبة العلمية ولم يتابع الدراسات العلمية سوى 25 ألف من طلبة الجامعة هذا أحد الجوانب المثيرة لعدم اندماج الجيل الثالث في النخبة ويبدو أن المغرب يبدو غير قادر على معالجة هذه الوضعية في الأمد القريب سوف يظل في السنوات العشر القادمة وربما في مدة طويلة أساتذة التعليم الثانوي فرنسيين وسوف تقوم الحكومة بخطوات هامة في تعريب برامج الثانوي وسوف تتخلى عن إعادة تكوين ضحايا النظام التعليمي الذي اتبع في بداية الاستقلال لقد أثارت المذكرة الملكية التي وجهت إلى جميع الأحزاب الانتباه إلى جوهر المشكلة إذ صرحت بوضوح أنه كيفما كانت الإصلاحات والاختيارات المتبعة ينبغي أن لا يتجاوز المسؤولون الحد الأعلى للاعتمادات المخصصة للتعليم وبتعبير أوضح لن تكون هناك أي محاولة لإنقاذ الجيل الثالث وربما كان لهذا الجمود ما يبرره من الوجهة المالية لكنه يتضمن بالتأكيد مخاطر سياسية كبيرة حتى إذا وجد كل هؤلاء المتطلعين إلى الطبقة القيادية مكانا في الإدارة والقطاع العام سوف يكون لذلك انعكاسات عميقة على النخبة ربما سوف يتغير كل سياق الحياة السياسية الذي وصفناه في الفصول السابقة في الوقت الذي يبلغ فيه الجيل الثالث سن النج وذلك بسبب عدد ممثلي ذلك الجيل وتنوع انتماءاتهم الاجتماعية إذا اعتبرنا عشرات الآلاف من الطلبة الذين يدرسون في الثانويات والجامعات من المنتظر أن تختفي بسرعة العلاقات شبه العائلية التي تطبع النخب الحالية ينحدر هؤلاء الشبال من أوساط جد متنوع وهم يجهلون أو لا يعيرون أي اهتمام للعلاقات الشخصية الاقتصادية أو السياسية حيث كانت مصدر قوة جيل الوطنيين وليس هناك ماضي نظالي يجمعهم بالجيل السابق إذ لم يكن بعضهم قد ازداد بعد سنة 1944 ولا يقدرون أبطال تلك الحقبة أكثر مما يقدرون القادة السياسيين الآخرين توجد المدارس الثانوية حاليا في جميع المدن الكبرى بيد أن تلك المدارس كانت في السابق تعد على الأصابع وقد أدت هذه الظاهرة إلى دمقراطة التعليم وكذلك إلى اضمحلال النفوذ الذي كانت تحظى به ثانويات السنوات الأولى في عهد الحركة الوطنية وأوضح مثال على ذلك ينحصر في ثانوية آزرو التي صارت مؤسسة تعليمية عادية يفضل الشبان الأمازيغ حاليا أقرب المدارس إلى مكان إقامتهم ومنذ سنة 1956 عرف عدد تلاميذ آزرو الذين يشاركون في امتحان البكالوريا انخفاضا ملموسا ولم تعد ثانوية آزرو أطون النخبة الأمازيغية وفقد اسمها كثيرا من بريقه لدى الجيل الثالث ليس من السهل الإحاطة بالمواقف السياسية لهؤلاء الشبان المغاربة فهم نادرا ما يعبرون عن إعجابهم بالجيل السابق بل غالبا ما يبدون إزاءه مشاعر عدم الاكتراث إن لم يكن نوعا من الحق كما أنهم يعلنون عن نوع من الراديكالية المموهة تتميز بالارتياب أكثر ما تتميز بالمثالية تجدهم ينطقون بسهولة بجميع كليشيهات اليسار الفرنسي التي دخلت في سياق الكلام اليومي لقد صار الإختيار الثوري عنوانا لمجموعة من الكتابات المختارة لبلبركة ومع ذلك لا يثق هؤلاء الشباب بقادة اليسار أكثر مما يثقون بالقادة الآخرين فهم يقولون إن جميع السياسيين يكدسون الثروات بمجرد حصولهم على منصب عمومي ويغتنون على حساب الشعب وتنبغي إدانتهم على حد سواء كيفما كان عنوان انتمائهم ويعترفون أنهم يجدون أنفسهم معرضين للشبهات وهناك شبهات كثيرة تحوم حول مسؤولي الجمعيات الطلابية الذين أصبحوا ألعوبة في يد القصر وأن الهبات الوافرة أضعفت من حماستهم الثورية لا تثير هذه الظاهرة الفضيحة بل المرارة ولا ينتظر البعض إلا أن يأتي دورهم للاغتراف من الأموال العمومية وهذا بالضبط ما سوف يمنعون منه لقد أقام ممثلو الجيل الثاني سدا يمنع من الوصول إلى أهم المناصب المربحة ونظرا لصغر سنهم نسبيا فإنهم بعيدون عن إفثاح المجال لللاحقين ويزيد هذا الوضع في غيظ الشبان الذين يترقبون مكانا بين السعداء بينما يثير عند هؤلاء موقف الاحتراس والدفاع عن النفس لا ينفع تذكير الشبان بأن طموحاتهم أكبر من كفاءاتهم فهم نادرا ما يتساءلون حول قدرتهم على تحمل مهام معقدة أو حول رزانة آرائهم إن التعصب والطموح طائشة والنزوع إلى الآراء المتصلبة سمات تثير الانتباه لدى تلاميذ المدارس الثانوية ما زال غيظ الشباب المحروم وعدوانيتهم متفشين دون تنظيم نجد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والاتحاد الوطني للقوات الشعبية والجامعات النقابية يجعلون من أنفسهم في بعض المناسبات الناطقين باسم هؤلاء الشباب لكن تلك التنظيمات برهنت حتى الآن عن عجزها عن تعبئة الشبيبة من أجل عمل هادف ينبغي أن لا ننخدع للسهولة والاقتناع لدين تستعمل بها المصطلحات ذات النغمة الاشتراكية حول العالم الثالث لأن هذا اللغو لا يعبر عن التطلعات الصميمة لأولئك الشباب يقول أبتر إن شباب المجتمعات السائرة في طريقة التحديث لا يحركه وازع المنفعة وحده إذ يميلون إلى الأيديولوجيات ذات المنح الشمولي أي الديانات السياسية بسبب حدة مشاكل الهوية التي يعانون منها وربما انطبق هذا الحكم إلى حد ما على الجيل الثالث لكن يجب أن لا نغفل دافع المنفعة العادي في بداية الستينيات أنجز استطلاع بين تلاميذ ثانويات فاس والرباط وقد قدم على الشكل التالي سئل المعنيون ما هي الأشياء التي تتمنون الحصول عليها أكثر والتي ليست لديكم وندت ضمن الأجوبة المتع الشخصية بنسبة 40% من المستجوبين الذكور بينما لم تستقطب خانة الأمان الدينية والسياسية وحب الغير سوى 2.3% من الأجوبة توصل بول باسكون والمكي بن طاهر إلى خلاصات مماثلة على إدر استطلاع أنجزاه حول شبيبة البوادي سنة 1969 ندرجها فيما يلي يعد المال الكلمة والمعجزة الحقيقية الوحيدة والوسيلة التي تفتح جميع الأبواب جميعها على الإطلاق ليس المجتمع إقطاعيا أو رأس ماليا أو دولة أو أي شيء آخر بل هو في نظر الشباب القروي مجتمع تجاري ليست هناك أخلاق أخرى غير أخلاق المال أو طريق آخر سوى طرق شراء وبيع السلع والرخص والالتزامات في القرية لا تتأسس الأخلاق بالشهادة أو التقنية أو الانضباط بل عمادها ينحصر في الدرهم إذا أردت أن تذهب إلى المدرسة أو أن لا تذهب إليها إذا أردت النجاح في امتحان أو الحصول على منحة أو ورقة تعريف إذا أردت مضاجعة فتاة أو الحصول على جواز سفر أو شراء كيلوغرام من اللحم إذا أردت أن تسافر أو تصير سيدا أو أن تحصل على قرد أو على سماد إذا أردت أن تكون في لائحة البؤساء أو في لائحة المحظوظين إذا أردت أن تتزوج إلى آخره كل هذا يتطلب منك مالا يفهم الشبان إمكانية وجود شروط أخرى منها على سبيل المثال الاشتغال بالمدرسة أو تعلم التقنية أو الاستقامة إلى آخره لكن هذه الشروط ثانوية تعتبر فرعية بل تعد أحيانا من قبيل الحشو يحتاج المرء إلى المال للحصول على جواز سفر وكذلك للحصول على حقه لقد عملت الملكية باستمرار على توفير المتع الشخصية للنخبة بهدف إسعادها لكن الاستمرار في اتباع هذه السياسة وإن كان ضروريا فإنه في الغالب لم يعد ممكنا أمام موجة شباب الجيل الثالث كثيرا ما يتكلم الحاكمون عن مشكلة الشباب والأجيال الصاعدة لكن يبدو أنه ليس لهم سوى تصورات غامضة ونظرية حول هذه المسألة إن بعضهم واعون بطبيعة الحال بالخطر الذي يمثله الشبان الذين لم يجدوا عملا عند خروجهم من المدرسة لكن لا يتصور إلا القليلون كم سيكون السلوك الحالي للنخبة غريبا في السنوات العشر المقبلة يرى معظم السياسيين في الطلب أنصار المستقبل ولا يرون فيهم فرقاء المستقبل فهم يعتبرون أن شبيبة اليوم سوف تعرف التطور نفسه الذي عرفه جيل الحركة الوطنية وسوف تتحول راديكالية الطلب إلى تجريبية سياسية يتجلى بوضوح غياب التواصل بين ممثلي الجيلين الثاني والثالث وينعكس ذلك داخل المنظمات التي يوجد فيها ممثلون عن هذه الفئات لم تصل الأزمة الاقتصادية بعد إلى مستوى الكارثة وما زال استياء الشباب غير منظم ويبدو أنها مسألة وقت قبل أن تنفجر الأزمة لا محالة وتنظم نخب مضادة وقد برهنت اضطرابات الثلاثة وعشرين مارس آدار سنة خمسة وستين أن هناك علاقة بين مشاكل الشباب العاطل والركود الاقتصادي أدان الشباب خلال تلك الأحداث الملكية بوضوح لكنهم وضعوا كذلك مجموعة نخب موضع السؤال لم يكن للأحزاب السياسية والنقابات أي ضلع في نشوب الاضطرابات كما أنها عجزت فيما بعد عن التحكم في انفجار العنف لقد باغتت الأحداث مجموعة طبقة القيادية ولا شك أنه للمرة الأولى منذ الاستقلال لمست النخب نتائج عدد من الظواهر التي كانت تتصورها من قبل بطريقة مجردة أصدر وزير التربية الوطنية يوسف بالعباس في شتاء خمسة وستين منشورا يحدد فيه سياسة تعليمية نخبوية كان يشار إليها حتى ذلك الحين بطريقة خجولة يتكون التعليم الثانوي في المغرب من سلكين السلك الأول الذي يتوج بشهادة الدروس الثانوية ويليه السلك الثاني الذي يتوج بشهادة البكالوريا التي تشكل الباب الوحيد الذي يؤدي إلى الجامعة صرحت مذكرة بالعباس أن التلاميذ البالغ سنهم ثمانية عشر سنف أكثر عند نهاية السلك الأول سوف يحرمون من الانتقال إلى السلك الثاني وعوض ذلك سوف يوجهون بجانب المكررين نحو التعليم التقني والمهني أثار هذا القرار غضب الكثير من تلاميذ الثانويات الذين قرروا أو تجاوزوا السن المحدد فانفلتت أمامهم إمكانية متابعة الدراسة الجامعية في الواقع لم يكن القرار ينطبق على عدد كبير من التلاميذ لكن فئات أخرى استعملته ذريعة للتعبير عن استياء كامل لديها منذ زمن طويل كان الاستياء عاما بين رجال التعليم إذ كانت رواتبهم مجمدة منذ الاستقلال كان الأساتذة الفرنسيون يتقاضون لأداء العمل نفسه رواتب يساوي معدلها ضعف ما يتقاضاه زملائهم المغاربة وكانت وزارة التربية الوطنية الفرنسية تسدد جزءا من الفرق المذكور طالب المدرسون المغاربة في نوفمبر 22 من سنة 64 حيث كان التصميم الثلاثي قيد التهيئ بتحسين أجورهم لكنهم لم يحصلوا سوى على إضافة أعباء جديدة على مهامهم المهنية كان مطروحا في يناير كانون الثاني من سنة 65 الحديث حول إضراب عام لرجال التعليم الثانوي وحين انطلقت الإضرابات بمدينة الدار البيضاء في 22 مارس آذار للاحتجاج ضد المنشور الوزاري انضم إليها الأساتذة وفي اليوم التالي عمت الإضرابات والمظاهرات مد نفاس ومراكش والرباط التحق العاطلون وعصابات الأزقة بتلاميذ وأساتذة التانويات وتغلب العنف فانتشر المتظاهرون عبر أحياء المدينة الشعبية بالدار البيضاء أعلن الاتحاد المغربي للشغل في 24 مارس عن إضراب عام بين الثانية عشر زوالا والساعة السادس مساء للتعبير عن تضامنه مع المتظاهرين وربما كذلك لمحاولة إيقاف حركة الجماهير وتوجيهها أدت الحوادث إلى إراقة الدماء وتدخلت وزارة الداخلية بطريقة عنيفة بعثت بعض مجموعات الأمن الخفيفة إلى الدار البيضاء وتركت لها حرية اختيار الوسائل الملائمة لتشتيت المتجمهرين وتقول الرواية الرسمية أن سبعة أشخاص قتلوا خلال عملية القمع لكن شهودا ممن دخلوا إلى المستشفيات يذكرون أرقاما تتراوح بين ثلاثمائة وأربعة آلاف من القتلى وقامت الشرطة باعتقال المئات من المتظاهرين نسبت الإضطرابات في البداية إلى أيدي أجنبية إلى بعض أساسدة تانوي سوريين وعراقيين بعثيين لكن بعد أيام من التأمل وفي الوقت الذي بدأت فيه الدوائر الحكومية تتمثل خطورة الأحداث قرر الملك أن يسمي الأشياء بمسمياتها إذ انتقد في خطاب ألقاه في ثلاثين مارس آذار بشدة الفوضى والعنف الذي تصرف به المتظاهرون ونعت الأساتذة بالنذالة واتهمهم بتحريض تلاميذهم على التظاهر في الشارع وصرح من دون التواء قائلا لا أخطر على دولة من الشبيه بالمثقف وأنتم أشباه المثقفين وليتكم كنتم جهلاء لكنه اعترف مع ذلك بأن الوضعية الاقتصادية لم تكن مشجعة وأن يأسى العاطلين من أهم دوافع العنف الذي عرفته المظاهرات فقد ارتفع ثمن السكر وانخفضت الواردات وبدأت تنقص المنتوجات وقد أدت الأزمة الاقتصادية لسنتين 64 و65 إلى تسريح ما يزيد على ألف عامل لقد صرح الملك بأن الادترابات تعود إلى هذه العوامل وليست المسألة ناتجة عن تدخل الأجنبي لقد أدان المتمردون النظام الملكي لكن الحسن الثاني وجد كبش الضحية بقوله أيها الشعب منذ وصولهم إلى البرلمان تعطلت مصلحة التشريع وكذلك المطبعة الرسمية والجريدة الرسمية لم يصدر فيها إلا ثلاثة قوانين ونحن الآن في السنة الثانية فمن المسؤول عن هذا هل واضع الدستور أم الموافق عليه أبداً بل المطبق للدستور كان ذلك يعني أن البرلمان والأحزاب السياسية أصبحت بعيدة عن التطلعات الشعبية وأن الادترابات كانت النتيجة المنطقية والمؤسفة لهذا التطور كان لأحداث مارس في الواقع دلالات إضافية فللمرة الأولى تظاهر الجيل الثالث من النخبة بشكل واضح واعتبر النخبة الحاكمة مستلبة بما فيها الملك لقد أثارت مظاهرات الدار البيضاء انتباه الطبقة القيادية إلى ضرورة إيجاد حلول مستعجلة لمشاكل الشباب لكن حالة الاستثناء التي أعلن عنها بعد مرور بضعة أشهر أصبحت المعيار وأدت إلى حالة خمود سياسي وإذا كانت قد تلاشت الآن ذكرى الادترابات فإن النخب لم تعد تعير أي اهتمام للجيل الثالث بل رجعت إلى دسائسها المعتادة أنب الملك الطلبة وعاب عليهم ضعف روح المواطنة وعقوقهم إزاء الدولة ونظرا لتفضيله للأميين فإنه لم يقم بأي تدبير لإيقاف سيل أشباه المثقفين الذين يغادرون البلاد يتوفر الملك على عدة وسائل لإعادة الجيل الجديد إلى الصواب فهناك استعمال المناصب الكبيرة لإغراء الزعماء وتشجيع المعارضين العنيدين على الإغتراب وتجنيد مثيري الشغب ومدايقة كل الآخرين أمام الخطر الذي يمثله الطلبة وعلى إثر الانتفاضات الطلابية التي شهدتها فرنسا والسنغال في مايو أيار من سنة 67 لجأ الملك إلى تشديد نظام المراقبة فأسس ثلاثة وزارات متميزة لكل من التعليم الابتدائي والثانوي والعالي بالإضافة إلى وزارة الشبيبة والرياضة ومصلحة التعليم الأصلي التابعة لوزارة الدولة بالإضافة إلى مصلحة أخرى مكلفة بتكوين الأطر وتقرر فتح نوادي فكرية في مجموع المملكة للسهر على استقامة العقول ومحاربة الأفكار الأجنبية الهدامة وأصبح من واجب كل عمالة أن تضع لائحة للشبان الذين غادروا المدارس الابتدائية دون الحصول على عمل ولتتم تعبئة هؤلاء في هيئة الشباب وتشغيلهم في مشاريع دات منفعة عامة تفوق هذه التدابير المقررة للحد من حرية التفكير والاستيعاب العاطلين المتعلمين دون شك الإمكانيات المالية والتقنية للدولة إلا أنها تشكل خطوة جديدة إلا أنها أقل إزعاجا في اتجاه ضبط البلاد يتضح بعد مرور بعض السنوات على عملية ضبط الشبيبة أن النظام فقد المبادرة منذ سنة 1970 في مواجهة نضالية الطلبة ولم يعد قادرا سوى على رد الفعل على تحركاتهم المطلبية ما زالت وزارة التعليم منقسمة وبعد تعيين أحمد عثمان وزيرا أولا في نوفمبر 22 من سنة 1972 احتفظ وزراء التعليم الابتدائي والثانوي والعالي بمناصبهم بمثابة كتاب الدولة لدى الوزير الأول وقد أصبحت الإضرابات الطلابية عنصرا اعتياديا في الحياة السياسية المغربية ويبدو أن الحكومة فقدت الأمل في إمكانية تجنبها كما أنها ليست أكثر استعدادا للاستجابة للمطالب الطلابية المتعلقة بالتغيير الجذري لنظام التعليم سوف تستمر في مواجهة الاحتجاجات أحيانا بالعنف وأحيانا بتنازلات بسيطة تحسين الوجبات الغدائية في المطاعم الجامعية مثلا في الوقت الذي يعرض شبان الثانويات والجامعات مستقبلهم للخطر ربما بصفة نهائية دشنت في سنة 1970 سياسة أنتم وشأنكم بنجاح وكان بالإمكان أن تستمر إلى ما لا نهاية إلا أن الملك غير واثق من أن قوات الأمن سوف تسانده حتى النهاية في مواجهة الطلبة بل على العكس لقد أصبح كل من الشباب والنظام واعين الآن أكثر من أي وقت مضى أن بالإمكان أن تكون إضرابات الطلبة مقدمة لتدخل جديد للعسكريين ففي سنة 1970 حين كان الملك في أوج قوته كانت معارضة الشباب المثقف موضوع قلقه الوحيد وكان همه الأول احتواء عدد كاف من ممثلي ذلك الجيل في الإدارة والنظام بهدف شله وتوقيفه أشرت في الخلاصة الأصلية لهذا الفصل إلى أن الاستراتيجية سوف تزداد صعوبة في المستقبل لأن النظام لا يتوفر على الموارد الكافية لإشباع جبيع الرغبات لكن أحداث الصخيرات قلبت إشكالية بصفة شاملة فلم يعود الملك يفكر في إفساح المجال لأنصار جدد بل أصبح عليه أن يجمع ما تبقى من أنصاره القدماء بعد أن حاول الإنكشاريون الإطاحة به مرتين فهم الملك أن الوفاء في مملكته ليس قائما على علاقة شخصية بل علاقة تعاقدية وبعد أن مزق الإنكشاريون عقدهم بدأ بقية أنصار الملك يفكرون في العمل بالمثل شكرا